عيد سمرين بمحطاتنا عفاف وكننا عم نحكي ممكن تحت الهواء قدي ممكن الأعياد والمناسبات بشكل عام بتعطي هيك طاقة إيجابية للناس قدي بتحسي إنه بالعموم كلياته الناس هيك بيكون مرتاحة أكتر صحيح يعني بتلاقي العالم مع بالعيد لازم شو ما كان ساير معه بتلاقي هيك في بحجة روحها من هي بتطلع من الشخص وبيكون مبسوط يعني باللمة للمة العيلة في نص بتجي من الغربة بتلاقيها أهلا في الصلة زمان ما أنا شايفتها فهون تلقائيا الأشخاص والفرح بعمل العائلات والأشخاص وكمان تأي الأولاد كمان المبسوطين بيعطوكي بهجة وحياة كتير وطاقة إيجابية حتى يعني إذا قلت قاعدة وهيك تشوفي الأولاد مبسوطين وفرحانين تاخدي منهم طاقة إيجابية هو بيقوله العيد دايما للأطفال أكثر من الكبر ولكن الحقيقة أنه العيد هو مو بس مناسبة للأطفال هو مناسبة للكل يمكن نحنا طالعين من شهر رمضان مبارك لكننا عم نحكي قدي الطاقة الروحانية عطتنا هيك قوة خلال هاي الأيام اللي مرأت الصبر التفكير يمكن فعل الخير تعودنا شوي أنه لازم نساعد بعض شو ما كانت خصوصا بهالظروف الصعبة اللي عم نمر فيها فبيجي العيد حامل معه كتير فرح وكتير خير هذا الشيء لازم نعلمه لأطفالنا من عمر صغير وكمان نعكسه على نفسنا مو بس للأطفال رح نحكي عن كل هاي الأسئلة وغيرها من التفاصيل مع ضيفنا بالستوديو الأستاذ محمد البابيدي خبير بيئة تنمية البشرية صباح الخير وينعاد عليك أستاذ محمد أهلا وسهلا سلامة أهلا وسهلا عفاف كل عام أنت بخير طبعا كل عام وكادر الإخبارية السورية بخير ودائما نقول لشعبنا وأهلنا ومشاهدين أينما كان وإن شاء الله كل عام ونبقى لف خير يسعد صباحك إن شاء الله كل عام وانت بقى لف خير يا رب خلينا بالبداية هيك نعم نحكي عن بهجة العيد وقدام ممكن يعطينا طاقة روحانية وبهجة وبتلاقي الأشخاص كتير وبليل والشارع بتلاقي الدنيا كلها فرحانة بأيام العيد خلينا نحكي أكتر عن طاقة العيد وتأثيرها عن الناس طبعا الأيام عند الله عز وجل وحتى عند البشر ليست سوا لذلك بتشوفي مثلا في أيام تختلف عن أيام أخرى بتلاقي في أيام سعادة في أيام مميزة حتى النبي صلى الله عليه وسلم بالروحانيات قال أنا ألا إن لله في دهركم لنفحات يعني أيام ألا فتعرضوا لها فمن هذه الأيام طبعا أيام رمضان أيام العيد طبعا الأيام العيد تصير في طاقة جسدية مأخوذة من الطاقة الروحانية طبعا العقل الباطن نحنا في عنا اسمه شيء العقل الوايد وعقل الباطن العقل الباطن الفكرة اللي يهيأ لها بنفذها فنحنا بالعيد كلنا مبرمجين على الفرح يعني نحنا العيد هو برمجة الفرح برمجة السرور فبيأخذ العقل الباطن هاي الفكرة هاي وبيبرمجها فأنت وابتك تروحي عند الناس بالعيد أكيد ما هتحكي عن مآثيك وأحزانك أنت مبرمجة علش وأنا راي عايد عليهم مشان شو مشان نعيد مشان نفرح يعني ما حدا مثلا هتروحي أنت فرضا يعني لعنده وتحزنيه أو تحطيه تمام وهو كمان والله ما حيجي ويحزنك ويحطرك بالعكس ويهيأ لي ضيفك وكذا فالعقل الباطن بحسب ما يهيأ بنفذ ولحنا بأيامات الأعياد بنكون مهيئين للفرح وحتى طبعا روحانيا نحن بنقول دايما نشر الفرح فضيلة ولكن بالعيد هو فرض يعني مهما كانت الأزمات مهما كانت المعاناة مهما كانت الأحزان أنت يعني فرض عليك أنك تتجاهلة أنك تتناساها حتى تنشر الفرح وطبعا مثل ما قالت عفاف في زيارات وبالزيارات هاي طبعا بدامنا نبرمجين عن الفرح هناخد فرح يعني هنعطي عيدية للأطفال ناخد منهم الفرح هنمثلا نقبل الناس اللي عم نعيد عليها ونعانق أو كذا هناخد منطاقتهم فبتصير الطاقة متبادلة وبيصير الفرح عام ومن هذا المبدأ طبعا في عنا موضوع مثلا الزكاء أو الصداقات أو التكافل الاجتماعي شو الغاية منه عفاف خانم هو أنه نحن نفرح نفرح الناس كلها معنا لأنه مستحيل تكون أنت سعيد المجتمع كمان السعادة مودية يعني إذا بتشوف أشخاص أنت مكتئب أو حزين أو عندك وضع ما يعني أنا مبارح مع شيء بالشارع شفت الناس كلها فرحانة ومبسوطة تلقائيا بصير فيه انعداء بهذه السعادة يعني بتصير أنت هاي بجواتك بيشتغل هرمون السعادة جواتك وقت بتشوف أشخاص مبسوطين تماما طبعا يعني هي المجالسة مجانسة أنت بحسب المجتمع اللي يكون حواليك والناس اللي قاعدة محون أنت جزء منهم يعني أنا بيجي مثلا عندي حدا بيقول لي أنا مين بيقول لي خمسة من صحابك اللي تعب محون أنت واحد منهم فإذا كان الحديث سلبية أو أحزان أو ألام فأنت بطبيعتك حتكون هيك لكن وبتكون مثلا من الناس المتفائل وعلى فكرة المتفائلين ما لي بيضحكوا على حالهم يعني نحن بالتنمية البشرية بلك أخي أنت والله يعني نحن تضحك على حالك أو كذا لا بالعكس نحن بالتنمية البشرية بنعرف الواقع تماما ومنعرف النص المليان ونص الفاضي لكن أنا وأتبركز عن النص الفاضي فضي الثاني لكن وأتبركز عن نصف الملآن بس على تعباية الثاني تبهت علي كيف يعني نحن مثلا في عنا أركان بالحياة في عنا الصحة في عنا الأسرة في عنا الوضع المادي في عدك عدة أركان أنت وتركز على الركن السلبي اللي هو مو ضابط معك مثلا الناحية المادية مو ضابطة معك الغلاء يعني ضعف القوة الشرائية مثلا إلنا أو كذا واتعم تركز هيك العقل وات بيركز على أمر بينصف الباقي وبيفتح لك الملف الموافق لهذا فأنت حتشوفها حياتك تماما وهتأثر على باقي الأركان صح لهيك نحنا حتى بنقول يعني لما بيكون أشخاص عم يحكوا في حدا عنده نقط سلبي أو شي بنقول الكلمة الحلوة طالعة كلمة السيئة طالعة نفس الشي التصرف السيئ بيجزع بالسيئ لهيك نحنا اليوم عم نحكي أنه كيفينا نعيش هاي أيام العيد أو الفرح بشكل عام ناخد من هاي الطاقة الإيجابية هو مو مجرد حكي أو تنظير مثل ما البعض بيعتقد فنحكي شوي عن قديش الأشخاص قادرين فعلا يستفيدوا من الطاقة الإيجابية اللي يكون موجودة بالناس بالمحيط بالمكان يعززوا هذا الشي وخصوصا نحنا طالعين من أيام كلها كانت فضيلة يعني بشكل عام كانت الناس أروأ وأحسن من بعي الأيام تمام طبعا يعني سلمة في كلها نحنا بصراحة في عنا أمراض معينة يعني في عنا أمراض مثلا الحسد في عنا أمراض الحقد في عنا أمراض الحزن الله يبعدون عننا يا رب تمام هي بالداخل هي بتصير عندك كتلة مجمدة لاحظت كيف بتشدك دائما لهذا المربع هلأ هي حتى تتخلص منها أنت بحاجة لطاقة رهيبة يعني مو بالسهل أنك والله واحد يتخلى عن أحزانه وعن آلامه وعن ذكرياته يعني ويفتح مثلا قلبه الحياة ونشر الأمل هي مو بالسهل هي يعني نعمة كبرى من الله يعني بعد نعمة الإيمان تماما لكن الإنسان حتى يتخلص منها إذا أراد بحاجة لطاقة هالطاقة هاي بيستثمرها وقت بيكون في طاقة روحانية كبيرة بيامات رمضان تجي طاقة روحانية من السماء هائلة هلأ بتشوف الميلوية مثلا برمضان بتشوف يلبسوا مثلا اللون الأبيض وبتلاقي مثلا عم يرفع إيده اليمين ويرخي إيده اليسار شو الغاية من الرفعة هاي يستلهم الطاقة الروحانية من فوق ويرمي الطاقة السلبية الجسدية لتحت لذلك نحن بحاجة لطاقة عالية حتى نتخلص من كتلة الألم المجمدة بداخلنا واللي هي دائما عم تخلينا ننظر الحياة للأسف بمنظر أسود فطاقة العيد طاقة عالية مثل ما قالت مثلا الخانوم أنه والله في تبادل اجتماعي ضحكة أطفال عيادي رحتي مثلا شفتي الأطفال مثلا عم تلعب عم تضحك كل الناس على فكرة عنده هموم يعني اللي هلأ حاطت حزنه بالجرن وقاعد لا يظن أنه نحن والله ما عنا مشاكل أو ما عنا أحزان لكن نحن استطعنا ننتصر عليها أنه سبحان الله يعني نظغر 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 مقارنة بالنعم اللي عنا والمربع السعادة الكبير فأصبحت هاي نقطة صغيرة ولحنا قادرين أنه ننتصر عليها مدام ظغرنا خلينا نحكي شوي عن الكتلة السلبية اللي ذكرتها حضرتك منه شوي أنه كيف نحن منقدر نتخلص منه ونستغل فترة العيد لحتى يعني بعوامل تكون هيك شوي مبسطة للناس أكتر دون التسميات العلمية شلون نحن فينا نقدر نخفف أو نتخلص من هاي الكتلة السلبية اللي بأخذنا طبعا نحن ما بنقول نستغل نحن نقول نستثمر نحن بنستثمر هاي الأيامات أنه بصراحة يعني بدي أع... يعني حنقول ببساطة بعيد عن المسميات العلمية الحياة مرأة مرأة يعني اليوم مرأة حيمره متل ما مرأة مبارح سواء كان بحزن ولا بألم وأنا هلأ بدي أسأل لك كل إنسان عم يتابعنا اليوم مثلا نحن تالت يوم العيد حتى أرجيك أنه الحياة صغيرة وانت مكبر أحزانها ومكبر آلامها ومكبر بصراحة أمانية وانت مو بحاجة هذه الأمانة كلها يعني نحن نميز بين الاحتياجات وبين الأمانة والاحتياجات الله سبحانه وتعالى مأمن لك ياه أنا بدي أقول مثلا هلأ اليوم تالت يوم العيد طيب الناس مين بتذكر تالت يوم العيد الماضي شو كانت حالته هلأ الساعة مثلا الساعة عشر وربع عشر وربع السنة الماضية شو كانت حالته محلل بتذكر مبارح كو عمال لاحظتك معناته أنت سواء كنت مهموم أو محزون مرأ لكن أنت أخذ طاقة هذا الحزن فحاول ما تحزن حالك حاول أنك دائما تركز على الإيجابيات مثل ما قالت سلمة في عنا قانون اسمه قانون الكارما أو قانون الإيجاب يعني أنت وبتكون حلو وبتكون لحواليك حلوين وبتكون عندك العين الحلوية حتشوف الحلاوي لحظتك كيف وبتشوف لا سمح الله في عنا عين القبح أو عين الحزن ما حنشوف غير الأحزان وما حنشوف الأفراح بتشوف أحيانا حديقة يعني مليئة بالورود لكن بيطلع حظه الشوكة حالي في ناس بفطرتها هيك في ناس بفطرتها هيك وفي ناس بتدرب حالة أنه هي متكون هيك تمام يعني ويمكن غيرك شوي عن هذا التدريبات لأنه الأغلبية الناس بتشوف السيء بتكبروا وبتنسى المنيح حتى لما الثنين بيكونوا مختلفين بينسوا كل شيء منيح بيشوفوا التصرفات السيئة مهما كانت صغيرة ومهما كانت بعيدة ومهما كانت تأثيرة هاد بيضل على الآن يمكن هي طبيعة بشرية أنه الشخص ما بينسى التفاصيل السيئة دائما أنت وقت بتبرمج حالك على حالة معينة سواء كانت الفرح أو الحزن هاي أنت بتبرمجها عن طريق العقل الواعي هلأ مجرد ما دخلت هالبرمجة هي للعقل الباطن صارت فطرة فبتشوفي مثلا الإنسان بده ينجح تمام بتلاقي بيعاني أول فطرة يعني مع العقل الواعي بدي إنجح شو بدي أعمل شو بدي ساوي بدي زبط حركتي بدي انتبه للحركة بدي ساوي بدي أعمل بدي كذا مجرد ما تمكن من هذا العلم انتقل للعقل الباطن فصار هو بصراحة يعني ناجح فطريا وكمان السعادة هيك أول شي يعني بيلك واحد أخي شو بدي يكون سعيد يعني وجيبتي فاضي شو بدي يكون سعيد والله وأنا هيك شو بدي يكون سعيد وأنا هيك فأنت عم تبرمج عقلك على الحزن فصرت حزن حزين بفطرتك يعني حتى لو إجاك المادة حتقول بس والله رح لي ولد مثلا حتى لو كان ولدك بخير بسألوا والله معاني من نزمة صحية تبهت علي كيف فأنت لأنك تبرمجت على الحزن فأنت عم تشوف شوي اللي بيحرك هذا النواعي أو هذه الفطرة اللي عندك يعني بتشوفي مثلا نحنا في عنا مثلا بالعقل الواعي الخلايا الخلايا العقلية بين الخلايا العقلية في وصلات هاي ما سميها وصلات كهربائية هلأ هاي بحسب ما بتفكري انت بتتخان وبتسمك مجرد ما تخنت مثلا بالحزن صار الحزن فطرا مجرد ما تخنت مثلا وتعبت بالفرح صار الفرح فطرا بتلاقي أنا بعرف يعني ناس سبحان الله حتى بالعزاء ما بتلاقي وشون مكفهر تلاقي يعني عنده ابتسامة الرضا لاحصتي كيف ليش لأنه صار خلاص الدماغ تبعه مفتور عن الرضا والسعادة والفرح بالنهاية يعني ما في حلقة بتجي كاملة دائما دائرة بتجي في حلقة مفقودة يعني إذا الوضع الاجتماعي تمام بيكون الوضع المعدة مانو تمام الوضع العملي تمام إلا ما يكون في وضع مانو تمام فلازم نحن هون نساوي بين هاي الأوضاع ونحاول نخفف عن حالنا كمية التفكير بالنقص الموجود يعني نفكر أنه ماشي أوكي هذا النقص موجود نحن منتعامل معه على أساس أنه شي طبيعي وممكن بكرة تتبدل الأحوال يصير نقص بمكان تاني ويمتلئ الفراغ بهذا الموضوع يعني اليوم كتير ضروري الناس تفكر بطريقة إيجابية يعني إذا أنا ممكن كون مبسوط وسعيد إذا بكر قطعة شكلة تمام تدرسة الممشارية أستاذ عفو لا بس كتير يعني ماشاء الله بالحياة الاجتماعية لازم الواحد يكون كتير مرضي يعني مرضي لأهله ورضي هو يعني الواحد إذا رضيان بتلاقي مبسوط بالنهاية تماما إحنا كما قلت يعني بالحياة كل شيء إذا ما تم لكل شيء إذا ما تم نقصانه صحيح يعني اتصل للكمال بالحياة هي موجنة لاحظت كيف في أشخاص ما بيقتنوا ما بيرضوا هلا هو ما بيقتنع بالحالة تبعه بيكون هو مستمتع فيها يعني مثلا أنا بيجي مثلا إذا بيدي إنسان يتعالج عندي بحالة الحزن هلا إذا كان هو فعلا متآلم من الحزن أنا قادر أن يعالجه لكن إذا هو صاير مستمتع بحالة الحزن في ناس بستمتع بحالة الشكوى صحيح كل ما ضغط عليها بيزداد ألم فبتلاقي شو بيعمل بيضغط عليها أكتر وبيتوجع بس هو مستمتع بألمه وبيزرج الحواليك كمان تماما فأنت لأنك تبرمجت على هيك أما بتكون أنت فعلا مثلا أنا والله متدايق من حالة الحزن اللي أنا فيها متدايق من حالة العوزة اللي أنا فيها متدايق من حالة الشكوى اللي أنا فيها فهو بتكون أنت متدايق مننا وقررت أنك تخلص منها فأنا قادر أني مثلا خليك بمبدأ التركيز وقوانين العقل أنك تخلص منها تدريجيا يعني مثلا مثل واحد فرضا والله بتدايق من السيجارة فرضا فهو قادر يعرف أنه ضرارة وشايف أنه جسمه يتأثر وقال له الدكتور قال له يعني صار حالته خطيرة فقرر أنه يتركها فهو ممكن يتركها أما بجيني واحد بس يرفع عتب والله يا أستاذ محمد قالوا لي عنك أنه أنت يعني هيك منيح فبدنا يعني خلص من السيجارة هو مش عن عندي سيجارة ورا سيجارة فهذا جاي رفع عتب ديقول والله أنا جيت لعنى أستاذ محمد وما حسن والله يعالجني من التدخين هي دائما الأصد بلش من الشخص نفسه يعني من القرار لأن لله رجالا يعني الناس إذا أرادوا هن أراد يعني مشيئة الله هي مشيئة الإنسان كلهم مهيئة لما خلق بنقول أنه كمان السعادة قرار لأنه نحن وقت نقرر أنه نسرق أي لحظة مهما كانت الظروف صعبة بنقدر نسرق بنقدر ننبسط بأبسط الأمور مهما كانت فترة العيد ورمضان هي فترة سعادة وليقاءكم سعادة إن شاء الله الله يعيده على الجميع قبل ما نختم حديثنا بدنا معايدة بنا كل يوم لكل يال طبعا أول شيء إن شاء الله كل سنة أنتوا سالمين كل سنة وطننا قائدنا وشعبنا سالم وشاء الله يعني ثمرة الصبر يلي صبرنا نحن كشعب سوري أعتقد أنه بلش إن شاء الله نلتمس ثماره يعني كلكم شايفين إن شاء الله الانفتاح السياسي الاقتصادي الاجتماعي حتى على المحيط هذا طبعا خير كبير هذا كان ثمرة حقيقية لصبرنا لو لما صبرنا ما كنا بلشنا نقطف الثمار والقادم دائما بالأول أجمل صحيح بدنا نشكر وجودك معنا لليوم أستاذ محمد لبارديدي وعلى المصائح يلي أدمت للمشاهدين إن شاء الله المشاهدين يستفيدون منعون جد يستغلوا فترة العيد لحتى يحاولوا يطلعوا من هاي الطاقة السلبية ومثل ما حكينا لكل شيء إذا ما تم نقصا فدائما يعني الكمال لله ودائما لازم يكون في حلقة ناقصة بحياتنا شكرا عفوا شكرا سلمة شكرا لك للإخبارية إن شاء الله كالعام وعلى الجميع أكيد ومشاهدين إن شاء الله بألف ألف ألف خير شكرا شكرا لك